نشرة العاشرة صباحاً وفي عنوينها نيويورك تايمز تكشف عن مشاورات أجرها ترامب أخيراً مع إدارته لاستهداف منشأة نووية إيرانية وعن تحذير كبار المسؤولين له من عواقب الخطوة سائل إعلام أمريكية تتحدث عن قرار متوقع لترامب بخفض عديد القوات في أفغانستان والعراق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ينتقد الخطة معلومات للميادين تؤكد اتفاقاً بين حركتي فتح وحماس على خارطة طريق شاملة برعاية مصرية لتحقيق المصالحة والشراكة الكونغرس في البرو ينتخب فرانسيسكو سيغاستي رئيساً مؤقتاً للبلاد وهو الرئيس الثالث خلال أسبوع أهلاً بكم فادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب سأل إدارته بشأن إمكانية استهداف منشأة ناطنز النووية الإيرانية الصحيفة أشارت إلى أن كبار المسؤولين في الإدارة حذروا ترامب خلال اجتماع عقد الخميس الماضي من عواقب مثل هذه الخطوة لفتت إلى أنه بعدما قدم وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس الأركان مارك ميلي رؤيتهما للمخاطر المحتملة قرر الاجتماع إسقاط احتمال توجيه ضربة صاروخية من الجدول نقلت شبكة أو شبكة سي أن أن الأمريكية توقعات قادة عسكريين أمريكيين صدور أمر هذا الأسبوع من ترامب لصحب المزيد من القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان سي أن أن أشارت إلى إصدار البنتاجون إشعاراً للقادة العسكريين ببدء التخطيط لخفض العديد في عملية تنتهي في الخامس عشر من كانون الثاني يناير 2021 قبل خمسة أيام من تنصيب الرئيس الجديد للبلاد انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونال خطة الرئيس دونالد ترامب لتسريع سحب قوات بلاده من أفغانستان ما كان لوفي تصريحاً له خلال جلسة استماعاً في مجلس الشيوخ قال إن سحب القوات السريع من أفغانستان في هذا الوقت سيضر حلفاء واشنطن وسيعطي تنظيم القاعدة انتصاراً دعائياً كبيراً مشيراً إلى أن تداعياته ستكون أسوأ من الخروج من العراق عام 2011 قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين إنه سيضمن انتقال السلطة باحتراف إلى فريق المرشح الديمقراطي جو بايدن إذا عد فائزاً في الانتخابات مضيفاً أنه يبدو واضحاً أنه كذلك الآن حسناً ما زلنا في المنصب لذا ربما سأمتنع عن نشر مقالات الرأي لفترة من الوقت إذا كانت هناك إدارة جديدة انظروا فإنهم يستحقون بعض الوقت لتولي المهمات وتنفيذ سياساتهم قد سيكون لدينا خلفات في السياسة ولكن إذا كانت بطاقة بايدن هاريس هي الرابحة ومن الواضح أن الأمور تبدو على هذا النحو الآن فسيكون لدينا انتقال احترافي جداً من مجلس الأمن القومي لا شك في ذلك قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه يتفهم إحجام الرئيس دونالد ترامب عن الاعتراف بالهزيمة وتشارك الخطط لكنه وصف ذلك بأنه عار اشترط بايدن خلال ندوة صحفية في ولاية ديلاور أن يكون هناك انتقال سليس للسلطة بينه وبين إدارة ترامب ليجري التكفل بالملفات العالقة سيكون أسهل كثيراً أن يشارك الرئيس هناك عدد من الجمهوريين يقترحون ذلك أنا آمل أن يكون الرئيس أكثر السنارة قبل أن نصل إلى العشرين من كانون الثاني يناير رسالتي هي أنني سأعمل معكم أتفهم الكثير من ترددكم بسبب الطريقة التي يعمل بها الرئيس إذا كان علينا الانتظار حتى العشرين من يناير حتى تصبح الأمور جاهزة للعمل بالفعل فهذا عار ولكن ربما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لإنجازها أفادت مصادر الميادين باتفاق بين حماس وفتح برعاية مصرية يشمل خارطة طريق وطنية شاملة لتحقيق المصالحة والشراكة أكدت المصادر أن الاتفاق بين الطرفين يمثل منطلقا وقاعدة لعقد لقاء وطني تحضره الفصائل الفلسطينية كافة قريبا حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيي من خطة هجوما متصاعدا ومكثف لمدة عشرة أسابيع مقبلة في سباق مع الزمن لفرض أمر واقع جديد قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض ويأتي ذلك فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الموعد النهائي للعطاء لبناء حيا استيطانيا جديد في جفعات همتوسة في القدس سيجرى قبل يومين من اليمين القانونية لبايدن خطط الاحتلال تشمل شقة طريقا استيطاني يربط بيت لحم بالخليل من دون أن يمر من جانب مخيم العروب للاجئين أو بلدة بيت أمر قال مستشار المرشد الإيراني لشؤون الدولية على أكبر ولايته لأنه ليس من حق بعض الدول التدخل في أزمة أقليم ناجونو كارباخ وخلال مؤتمر صحفيا بشأن مواقف المرشد الإيراني المتعلقة بأوضاع الأقليم أضاف أن الشعبين الأرميني والأذربيجاني قادران على حل مشاكلهما بنفسيهما ليس من حق بعض الدول التي لا دخل لها في المنطقة أن تتدخل في الصراع الضائر بين أرمينيا وأذربيجان بحجة إرساء السلام الشعبان الأذربيجاني والأرميني شعبان يبحثان عن السلام وقادران على حل مشاكلهما بنفسهما ولا حاجة لتدخل الآخرين وإذا كان من حق بلد في المنطقة أن يبدو لا جهودا لتعزيز الأمن والسلام العادل فهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرا لمكانتها الجيو بوليتيكية وعلاقاتها مع دول القوقاز قال الرئيس الأرميني أرمين ساركستيان إنه لا بد من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد لافتا إلى ضرورة تسليم السلطة إلى حكومة وفاق وطني حتى إجراء الانتخابات ساركستيان وفي بيان له دع الحكومة الحالية إلى وضع خارطة طريق تتضمن جدولا زمنيا لإطلاق الإجراءات الدستورية التي ستسمح بإجراء الانتخابات المبكرة مشيرا إلى أن الخروج من الأزمة الراهنة في أرمينيا يحتاج إلى انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية أكد وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده ما زال لديها مزيد من العمل في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على زعزعة الشرق الأوسط على حد تعبيره قال لصحفة لوفي جارو الفرنسية أن واشنطن حرصت على أن يكون لدى إيران أقل قدر ممكن من الدولارات والموارد لبناء برنامجها النووي وأضاف سنواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة قال وزير الخارجي القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن إيران دولة جارة وجزء من المنطقة يجب الاتفاق بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي للعيش بسلام ثمن الوزير القطري دعم إيران لبلاده بعد مقاطعتها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر عام 2017 وأكد أن قطر تريد تفادي أي تصعيد في المنطقة وتسعى لإقامة حوار بناء وعادل مع جميع الأطراف أكد الأمين العام لحركة وجبائي في العراق أكرم الكعبي أن محور المقاومة على أتم الجاهزية والاستعداد للرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأضف في تغريدة له أن المقاومة ثابتة ولن تتراجع وستستمر في مواجهة الاحتلال حتى تحرير الأرض قالت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس مسألة إدراج جماعة أنصار الله في اليمن على لائحة الإرهاب الصحيفة أشارت إلى أن بعض أركان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذروا من أن هذه الخطوة قد تعيق جهود المساعدات الإنسانية في اليمن قالت لجنة الطوارئ الحكومية في أثيوبيا إن قوات الدفاع الوطني نفذت عمليات جوية في ميكي لعاصمة أقليم تيجراي وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتشيريش قد أجرى اتصالات عديدة للتهديئة في الأقليم وأدعى إلى حماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات إليهم وفق ما أكده ناطق الرسمي باسمه استيفان دوجاريك يواصل الأمين العام إجراء اتصالات هاتفية بممعوثه الخاص إلى القرن الأفريقي وهو يراقب الوضع في تيجري وتبعته المحتملة على القرن الأفريقي بقلق بالغ فالنزاع يهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة بكاملها ويبقى المهم بالنسبة إليه وضع حقوق الإنسان وحماية المدنيين والسماح بإدخال المعونات على رأس الأولويات فنحن نواجه ضماما دامسا حيال ما يجري على الأرض ومن الضروري يتخاذ إجراءات للتهديئة مع تشديد على ضرورة تأمين سلام والاستقرار في القرن الأفريقي مستمرون بتقديم نشرة العاشرة صباحا لكن بعد فاصلا قصير ابقوا معنا من جديد مرحبا بكم شيع السوريون عصر أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم بعد رحيله عن عمر نهزت 79 عاما رجل الدبلوماسي السورية الوزير المعلم من مواليد دمشق التحق بوزارة الخارجية عام 64 وعين سفيرا لدى عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وكان مكلفا إدارة ملف العلاقات السورية اللبنانية قبل توليه حقيبة الخارجية مطلع عام 2006 هي آخر صور التي وطقت بها الكاميرا ذاك الوجه المتعب في مؤتمر إعادة اللاجئين الأخير حضر وليد المعلم ومضى بدون كلام وإلى غير رجعة كأنه كان يقول بحضوره وباختزال اللغة المتينة لكل أبناء وطنه عودوا واجعلوا الخواتيم هنا في أرض الشام 80 عاما من المشاعر المترفة بحب الوطن عبرت شوارع العاصمة محمولة على أكتاف عائلته وأصدقائه وجموع محبيه بمهابة توجل القلوب تماما كما توديع البلاد مكلومة أبناءها دائما سيذوي في رابية دماشق وعلى ارتفاع رمح منها في مقبرة المزة ببراعة فارس لا يهاب مجابهة خصومه شق طريقا ساطعا لا لبس فيه ولا حتى لمساحة ضئيلة من الخفر الذين يمكنهم أن يوقفوا إصراره حفر خطواته بحرفة من يريد لهذا العالم أن يتذكر على طول العمر موطئ كل واحدة منها من قلب الدبلوماسية انتزع مكانة يشهد له بها الأعداء قبل الحلفاء وليد المعلم رجل الملمات الصعبة وأكثر من حصد من اسمه نصيبا وافرا لا أحد في العالم سيد كاري لا يزال صدى كلماته عالقا في زوايا القاعات المخصصة للمؤتمرات وهو يردد على مسامع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كاري ويعيد ويكرر من أجل تأكيد قناعته الشخصية بأن الشعب السوري خلق ليعيش حرا وهو يقرر مصيره بنفسه ابن العائلة الدمشقية العريقة لمح كل من عرفه أو جالسه انتماءه العميق لبلاده وشعبه كما خبر بسوية ذاتها لكنته الشامية برنتها المحببة وخفة ظنه لا تسجل ابني في زمن الخذلانات والانشقاقات والانهزام كان المعلم يبرهن أنه أحد أعمدة السياسة السورية الوفية لبلادها وشعبها وقائدها وأنه المرجعية الوثقة التي تتكئ عليها وفوض ولجان وفرق خاضت جولات مباحثات مكوكية قاسية كان المعلم فيها سندا ومرجعا وصانع ثقة مطلقة في حياته كما في وفاته تمكن وليد المعلم من انتزاع إجماع السوريين على محبته واحترامه هدوءه واتزانه في أعطى الظروف وأحلك الأيام لا يمكن تعويضه أما مساحته الفارغة فستظل خوية إلى الأبد بغيابه ديماناصف ديماشق الميادين نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أشار في مقابلة مع الميادين إلى أن سوريا خسرت مناضلا وطنيا عمل بالكلمة وبالإقناع وأخذ معارك لا يمكن تصورها طيلة السنوات الماضية وأضاف أن الميادين كانت من أقرب القنوات التلفزيونية إلى قلب الوزير الراحل كانت الميادين واحدة من أقرب الأقنية التلفزيونية إلى قلب الوزير الراحل هذا يوم حزين نفقد فيه مناضل وطني عمل بالكلمة وعمل بالإقناع وخاض معارك لا يمكن تصورها طيلة السنوات الماضية عرفته منذ وقت طويل عندما كان سفيرا لنا في واشنطن وكنت سفيرا في نيويورك لم يتدخر جهدا في خدمة وطنه في النضال ضد الإرهاب في تعريت أهداف أعداء الوطن وفي النضال من أجل استعادة الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني والسوري في الجولة المحتل ومن أجل الدفاع عن قضايا الوطن العادلة معاون وزير الخارجي السوري أيمن سوسان أكد أن الوزير المعلم ترك وراءه جيشا ديبلوماسيا يدافع عن سوريا بالحماسة نفسها وأضاف سوسان في تصريح للميادين أن المعلم كان مدافعا عن الإنسانية لا عن سوريا فحسب الراحل الكبير وليد المعلم كان مدافعا ليس فقط عن قضايا سوريا وإنما عن قضايا العرب جميعا وعن قضايا الإنسانية كان صوتا جسورا بالدفاع عن مصالح سوريا وقضاياها كان مؤمنا تماما بحتمية انتصار سوريا لأن قضيتها عادلة لم يدخل جهدا في سبيل هذا الشيء حتى آخر لحظة في حياته كان يتابع الهم الوطني بأدق تفاصيله المستشارة الخاصة في الرئاسة السورية أكدت أن صمود الراحل وليد المعلم على رأس الدبلوماسية السورية جعلها تصمد في كل دول العالم وفي حديث للمشهدية أكدت أن الولايات المتحدة لجأت إلى فرض العقوبات على المعلم لأنها فشلت في شراء مواقفه أعتقد أن الاستهداف للاستاذ وليد وللكثيرين طبعا في هذا البلد هو استهداف لصمود الإنسان لتمسك الإنسان بمبادئه خاصة حين يشعرون أن الإنسان قد حسم خياره وأنه لا نافذة ولا باب لهم على هذا الإنسان فهذا أكثر ما يزعجهم يعني طبعا بالأميركي بيقولون أنه كل إنسان له ثمن ولكن حين يكتشفون أن هناك أناس لا ثمن لهم فهذا هو الأمر الذي يضعهم في حيرة وإرباك شعبان قالت إن المعلم كان يؤكد دوما أن المطبعين ليؤثروا في محور المقاومة وكان يدعو إلى التواصل مع المؤيدين للمقاومة في الدول الرافضة للتطبيع المرحوم وليد المعلم كان يقول كل ما في الأمر هو أن الذي كان يجري سرا ظهر إلى العلن وأنه لن يتمكنوا أن يؤثروا علينا ولا على محور المقاومة لأن هذا الأمر كان موجودا فأين دعمهم الحقيقي لفلسطين أين كان دعمهم وأين لو أرادوا أن يدعم فلسطين لما تمكن العدو من أرض فلسطين ومن الفلسطينيين بهذا الشكل ولذلك نحن لم تفرق لنا كثيرا لأن واجبات المعركة هي هي قبل التطبيع وبعد التطبيع ولكن يجب أن لا نقيم وزنا كبيرا لهذا الأمر هكذا كان نقاش في لجنتنا بل يجب أن نركز على الأحرار حتى في الدول التي طبعت على العرب الشرفاء المؤمنين بفلسطين والمؤمنين بقضاياهم قاد وليد المعلم جيشا من الدبلوماسيين في ظروف صعبة واجهت بلاده ولسيما خلال حق التضييق عليها في السنوات العشر الماضية بموازاة الحرب الميدانية تقرير محمد الخضر برحلة جثمان وليد المعلم ووزير الخارجية السوري إلى مثواه الأخير تطوي الدبلوماسية السورية إحدى الصفحات المشرقة التي خطها المعلم منذ توليه وزارة الخارجية عام 2006 حيث تصدت لمحاولة عزلها والتضييق عليها بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري لتكسر جزءا مهما من العزلة الإقليمية والدولية مرحلة خطيرة بكل تفاصيلها أعادت سوريا إلى موقعها لاعبا إقليميا مهما في ملفات المنطقة الخطيرة لا بد من استشارتها قبل الولوج إلى ملفات العراقي وفلسطين ولبنان دور أدت فيه الدبلوماسية النشطة والاتصالات المكوكية التي أشرف عليها الرئيس بشار الأسد وتولى تنفيذها الراحل الكبير أدت دورا محوريا كسر عزلة خطيرة أعدتها واشنطن ضد دمشق سوريا لها موقع في العالم العربي ويجب أن تمارس دورها العربي أدور الأهم أده المعلم على رأس جيش من الدبلوماسيين السوريين تجسد خلال السنوات العشر الماضية حافظ خلالها الجسم الدبلوماسي السوري على صلابته ومرونته معا في ظل مغريات وضغوط كبيرة لا تقل عن المواجهة الميدانية على الأرض تحول الرجل المخضرم إلى رأس حربة في الدفاع عن موقف بلاده ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها واجه نظيره الأمريكي جون كيري رافضا الصلفة الأمريكي والتدخلات في الشؤون السورية لدى انطلاق أعمال مؤتمر جينيف وتحولت تعليقاته اللاذعة على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك وخلال المؤتمرات الصحفية في دمشق إلى رسائل السياسية بلغت الدلالة دافع فيها عن بلاده حين كانت تتعرض لأجلس الحروب وانتقد خصوما وحتى أعداء تورطوا في سفك دم السوريين محمد الخضر دمشق الميادين اختار الكونغرس في البرو فرانسيسكو ساقاستي رئيسا مؤقتا للبلاد في محاولة منه لنزع فتيل أزمة سياسية حادة بعد احتجاجات غاضبة ورحيل رئيسين الأسبوع الماضي فاز ساقاستي المنتمي إلى حزب مراد الوسطي بعدد كاف من الأصوات لرئاسة الكونغرس وسيولى بموجب الدستور رئاسة البلاد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر نيسان عبر المقبل ويعد ساقاستي ثالث رئيسا للبرو في أسبوع واحد إثر استقالة الزعيم المؤقت منويل ميرنو يوم الأحد الماضي بعد خمسة أيام من أداء اليمين الدستورية عقب إطاحة سلفه مارتن فيسكارا رحمت منظمة الصحة العالمية بما وصفته بالأنباء المشجعة بشأن التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء كورونا محذرة عن الدول التي تترك الفيروس يتفشى من أنها تلعب بالنار مدير منظمة الصحة العالمية أكد وجوب عدم التراخي أمام الفيروس الخطير الذي يمكنه مهاجمة كل أنظمة الجسم قالت وكالة الأرصاد والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بقوة ست درجات فاصل ثلاثة ضرب قبال تسحل أقليم السومطرة الوكالة أشارت إلى أنه لم يصدر أي تحضير من حدوث تسونامي بشأن الزلزال الذي وقع على بعد أكثر من مائة كيلومتر من الجزيرة وعلى عمق عشرة كيلومترات اشتاح إعصار أيوتا المصنف من الفئة الخامسة القصوى الساحل الشمالي لنيكا راقوى المطلة على البحر الكاريبي هذا وترافق الإعصار رياح كارثية وأمطار غزيرة وعواصف مدمرة بحسب ما أعلنه مسؤول مدير دائرة الأرصاد الجوية الذي أشار إلى أن عين الإعصار تلامس أطراف ساحل هولوفر الواقع على بعد أربعين كيلومترا من مدينة بيلوي الساحلية إلى العنوين نيويورك تايمز تكشف عن مشاورات أجرها ترامب أخيرا مع إدارته لاستهداف منشأة نووية إيرانية وعن تحذير كبار المسؤولين له من عواقب الخطوة وسائل إعلام أمريكية تتحدث عن قرار متوقع لترامب بخفض عديد القوات في أفغانستان والعراق زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ينتقد الخطة معلومات للميادين تؤكد اتفاقا بين حركتين فتح وحماس على خارطة طريقا شاملة برعاية مصرية لتحقيق المصالحة والشراكة الكونغرس في البرو ينتخب فرانسيسكو ساقاستي رئيسا مؤقتا للبلاد وهو الرئيس الثالث خلال أصبر لتفاصيل أوفة حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الانترونيك اللغتين العربية والاسبانية شكرا للمتابعة دمتم سالمين اشتركوا في القناة